السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين أتمنى تكونوا بخير والصحة والسعادة دائما ومعكم محمد الحميلي تمرين اليوم هنكتب الآية الكريمة واصبر وما صبرك إلا بالله وطبعا هنكتبها بخط النسخ مع بعضنا وحنشوف يعني التقنين بتاعها بعد الكتابة قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا زي ما تعودنا من حضراتكم على اللايك الجميل وكمان إخواننا اللي بيشاهدونا لأول مرة ما اشتركوش في القناة يسعدني يعني إنه يشترك في القناة وجزاكم الله وكل خير نصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بنا نبدأ مع بعض اشتركوا في القناة 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 الواو نزول نقطتين والرأس نقطتين وفي الداخل نقطتين حرف الميم هنا لازم تاخد بالك ان الفراغ بتاعي يديني شكل شكل مسلس تمام وطبعا بعد الميم في حرف الالف بيكون فيه فراغ نقطة واتفاع الجزئية دي بيكون اربع نقاط والخامسة اللي هي ارتفاع الحلية اللي فوق وما صبروك اصاد نفس الكلام وتحت الحرف احنا زي ما قلنا برضو لازم تاخد بالك ان فيه فراغ بيكون مقدار ايه مقدار نقطة ثلاث نقاط وهنا فيه مسافة السنة بتاعت ايه بتاعت الصاد وبعد كده السنة بتاعت الباء هنا مضغمة في ايه في حرف الرأى نفسه يعني حرف الرأى ده المفرد في رأى بالشكل ده الباء بيقيت ايه مضغمة معه ولو عملنا خطي كده هلاقي هنا فيه فراغ مقدار ايه مقدار نقطة وفي الداخل هنا بتشيل مقدار ايه نقطة حرف الكافنة المفرد الجزية دي بتكون معنا تقريبا سلاس ايه سلاس نقاط وهنا عملنا شكل اللام الف الشكل ده وفيه طبعا شكل تاني اه خدناه في الدرس السابق كنا كتبنا فيه درس سابق اه برضو حاول يعني انك اه تشوفه في القناة وهو الدرس اه كتبنا الاية الكريمة ولا تحزن عليهم وقلنا احنا اللام الف دي اللي وجسمناه بالنص كده هنلاقي هنا فيه فراغ نقطتين وهنا فيه فراغ نقطتين تمام وهنا في القاعدة بتاعتها بتكون عبارة عن نقطة ونص ولو عملنا خط دي كده هنا هنلاقي هنا الجزئية دي اه بتكون فيه مسافة اوسع من المسافة اللام الف اه الشكل الاخر طيب هنا وما صبرك الا بالله هنا حرف الباق مقدار نقطة وبينها وبين الالف فيه نقطة ولفظ الجلالة زي ما قلنا احنا اللامات بتكون اقصر بتكون حوالي ثلاث نقاط تمام وهنا فيه فراغ يعني اقل من نقطة وهنا بيكون فيه نقطة او نقطة وربع تمام وطبعا اللامات بتكون مساوية لبعض والها بتكون يعني نازلة عنيهم مقدار ايه مقدار نقطة وخلي بالك قلنا احنا اتصال الها بالشكل ده هي عبارة عن ايه عبارة عن زي سكون مقلوبة سكون ايه سكون مقلوبة وبكده يكون خلصنا معكم درس اليوم اتمنى يكون الدرس كان يعني ساهل وبسيط والآية يعني ما فاش اي صعوبة وان شاء الله يعني هتكتبوها بسهولة والقاكم مع دروس اخرى وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة